السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتواصل الجدل والنقاش حول مدى قانونية طلب جهات لا تمتلك الصفة الضبطية من المواطنين الإدلاء بوطائقهم الشخصية بما في ذلك جواز التلقيح والبطاقة الوطنية حيث ألن يونس مسكين مدير نشر جريدة أخبار اليوم سابقا عن احتجازه داخل وكالة بنكية بسبب رفضه الإدلاء ببطاقته الوطنية لحالس الأمن الخاص بالوكالة وذلك بعدما كان قد أدل بجواز تلقيحه وصرد يونس مسكين في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك واقعة احتجازه من طرف مدير وكالة بنكية تابعة لمجموعة البنك الشعبي قائلا هواحد محضرها تصبح بسبب قانون السبا الذي يفرض علينا باسم الجائحة وأضاف يونس مسكين موضحا ما حدث له مسؤول وكالة بنكية مع جبوش أنني ناقشت حالس الأمن بشأن مطالبة بالهوية إلى جانب الجواز قبل تمكيني من الدخول بعدما حل المشكل مع الحالس وأظهرت له الهوية مع ممارسة لحقي في الاحتجاج والاستنكار وانتهى الأمر ناتسي الشافق لك بغي منعني من القيام بمعاملة البنكية التي أتيت من أجلها وتابع يونس بعدما فردته عليه حقي بالتزامي بدوري في الصف وتقديمي وثيقة هويتي للموظفة التي أنجزت لي معاملتي مشكورة ناتسيد قال لكي لكنت راجل ما تبشيش راني عيد البوليس وقلت لها مراك ما بغيتيش تعطي لكارت للسيكيريتي واسترسل الصحفي في صرد الوقعة مؤكدا أنه أجاب مدير الوكالة البنكية أن الاتصال بالشرطة أو غير الشرطة حقه الكامل وأنه ليس ملزما بتأخير التزاماته من أجله وأن هويته مسجلة لديه إن أراد الشكوى ضده أمر الحالس الخاص بإغلاق باب الوكالة واحتجازه بداخلها إلى أن حضرت الشرطة وختم يونس تدوينته قائلا شخصيا لم يكن لدي أي سبب للشكوى أو التضلم ضده لأنني مارست حقوقي باحترام تام القانون لكن بعد الذي أقدم عليه كنت مضطرا لتقديم شكوى ضده بالإحتجاز التعسف وأكبر أدلة عليه هو كاميرات الوكالة التي طالبت عند الشرطة باستخراج تسجيلاتها